موسيقى محور أبيان العسكري يؤكد سيطرته على مدينة أحور ويقول أن العملية جاد بتوجيهات الرئيس هادي مسلح حوثي يذهس بسيارته طفلا وسط مدينة إب وقناص الميليشيا يرد مواطنا في قعطبا في الضالع تقرير دولي يتحدث عن مائة ألف قتيل في اليمن بسبب الحرب الحوثية وتعز الأولى على لاحة الضحايا موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل أكد بيان لمحور أبيان في الجيش الوطني أن عمليته العسكرية في مدينة أحور بمحافظة أبيان جاءت بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بعد رفض مسلحي الانتقالي إخلاء المدينة دون قتال البيان أكد سيطرة قوات المحور الكاملة على مديرية أحور في عملية شنها الجيش الوطني حقب رفض ميليشيا الانتقالي وساطات قبلية بإخلاء مدينة أحور مركز المديرية دون قتال وأضاف البيان أن العملية ضد ميليشيا الانتقالي جاءت بناء على توجيهات من الرئيس هادي لاستعادة جميع المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا في أبيان ميليشيا الانتقالي بعد انقلابهم على شرعية الدولة في عدن وأبيان وأسفرت المواجهات التي اندلعت أمس الخميس عن مقتل ثلاثة جنود من الجيش وجرح خمسة آخرين نفت الحكومة عرقلتها أو رفضها التوقيع على اتفاق الرياض داعية إلى التعامل البناء معه وإنجاحه وقال وزير الإعلام معمر الإرياني أن ما يجري حاليا هو ترتيبات بروتوكولية إضافة لرغبة السعودية بالالتقاء بمختلف المكونات والشخصيات الجنوبية حرصا على توحيد الجهود ولفت الإرياني إلى أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الرياض تم الأسبوع الماضي من قبل نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي بناء على توجيهات الرئيس هادي وقال مصدر الحكومي في وقت سابق أن اتفاق الرياض الذي كان من المزمع توقيعه بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتية مساء الخميس تم تأجيله إلى أجل غير مسمى وبحسب وكالة الأناظول فإن المصدر الحكومي أرجع سبب تأجيل الاتفاق إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة سقطرة وأبيان دعا شيخ مشائخ محافظة سقطرة عيسى بن ياقوت الأجهزة الأمنية والعسكرية وقوات تدخل السريع والسلطة المحلية في محافظة سقطرة دعا لإنهاء مظاهر الفوضى التي تسببت فيها الميليشيا الانتقالية والعمل على حماية المصالح العامة وحذر ياقوت من السلوك الأرعى من قبل الإمارات وما ستأول إليه الأوضاع كما أكد رفضه للمظاهر المستفزة للشرع والقانون وأعراف المجتمع السقطري ودعا شيخ مشائخ سقطرة قبائل المحافظة للعمل من أجل رأب الصدع وكفي يد الفوضى ومساعدة الدولة والتعاون معها في فرض النظام والقانون والحفاظ على السلم والأمان في الجزيرة وكان محافظ سقطرة رمزي محروس توعد بالتعامل بحزم مع ميليشيا الانتقالي ورفع مظاهرها المسلحة من أمام المقر الرئيسي للسلطات في الجزيرة بعد انتهاء المهلة الممنوحة للميليشيا وقال محروس إن السلطات الأمنية لن تتهون مع من يستهدف أمن واستقرار الجزيرة وسيقف الجميع مع المؤسسة الأمنية صفا واحدة وبمساندة وتنسيق مع السعودية وأضاف أن المجتمع السقطري والفعاليات السياسية والمجتمعية مجمعون على التصدي لعناصر التخريب وفرض الأمن والسلام والنظام مشيرا إلى أن الدولة ستكون هي الأداء لذلك بمساندة مجتمعية واسعة وفي السياق أدان مجلس الحراك الثوري الجنوبي في محافظة سقطرة ما قامت به عناصر الانتقالية المدعومة من الإمارات مزعزعة للاستقرار وأكد بيان للمجلس أن تلك الأعمال وقطع الطرق وحمل السلاح لا تمت للقضية الجنوبية بصلة وهي أعمال مدانة ودعى مجلس الحراك الثوري في سقطرة إلى رفض تلك الأعمال مؤكدا وقوفه إلى جانب السلطة المحلية ومواجهة تلك العناصر الخارجة عن القانون واصفا إياها بالمرتزقة كونها حولت القضية الجنوبية إلى وسيلة للارتزاق واستنكرت لجنة اعتصام المهرة الأعمال الإرهابية التي شهدتها جزيرة سقطرة من قبل ميليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات وقالت اللجنة في بيان لها إنها تابعت باهتمام وقلق بالغ ما شهدته محافظة أرخبيل سقطرة الأربعاء من أعمال إرهابية عندما أقدمت الميليشيا المسلحة المدعومة من الإمارات على مهاجمة مبنى السلطة المحلية في سقطرة ومحاولة اقتحامه وما رافق ذلك من قطع للطرقات وإثارة الفوضى وإرهاب المواطنين وإقلاق السكينة العامة اختطفت ميليشيا الانتقالي الإماراتي مدير مكتب مأمور البريقة أسامة بامطرف واقتدته إلى جهة مجهولة بعد أن تم إيقافه في حاجز تفتيش مستحدث بحي كود النمر وقالت عائلة بامطرف أن نجلهم تم إنزالهم من سيارة يستقلها برفقة أصدقائه وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة بعد أن تم سؤاله عن مركبة تعود ملكيتها المأمور المديرية هاني اليزيدي وذكرت العائلة أن عناصر الانتقالي حاولوا التفاوض مع نجلهم للكشف عن موقع السيارة وبعض ممتلكات اليزيدي غير أنه أكد عدم وجود سلة تربطه بعائلة اليزيدي ولا يعلم شيئا عن ممتلكاته وأعربت عائلة بامطرف عن قلقها إذا عملية الخطف التعسفي والإخفاء القصري لنجدهم أسامة مطالبين بالإفراج الفوري غير المشروط عنه واحتفاظهم بحقهم القانوني بمقاضة كل من تورط في العملية احتشد المئات بساحة الحرية في تعز بجمعة جديدة أطلق عليها الشرعية حصن نضالات شعبنا وفي الوقفة الجماهرية بعد صلاة الجمعة أكد ثوار تعز وقوفهم وتأيدهم للشرعية بقيادة الرئيس هادي والتي تمثل اليوم رافعة المشروع الوطني وحامية لنضالات الشعب وتضحياته وكفاحه المستمر ضد الانقلابين والمتمردين وأصحاب المشاريع الصغيرة كما طالبوا الجيش الوطني بالمضي قدما في استكمال التحرير وإسقاط الانقلاب والتمرد المسلح واستعادة كافة مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرار الوطن ووحدته وسيادته وجدد ثوار ساحة الحرية دعوتهم لإطلاق صراح إكونة الحرية والنضال السلمي السياسي المعروف محمد قحطان وكافة المختطفين والمخفيين قصرا منذ خمس سنوات بمحتقلات ميليشيا الحوثي الانقلابية كما تم اليوم اليوم إشهار مجلس قيادة صوت الثورة من ساحة الحرية بمدينة تعز وجاء الإشهار بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية وحجد جماهري من ثواري 11 فبراير وقيادات سياسية واجتماعية إضافة إلى عدد من منتسبية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأعلن المجلس في بيان أو في بيان الإشهار عن تدشين مرحلة جديدة من الفعل الثوري تهدف إلى رفع صوت الثورة في مواجهة ما سماها بالثورة المضادة وأعداء التغيير ودعا البيان الثوار بجميع أطيافهم إلى الانضمام إلى المجلس والانخراط في قيادته ولجانه المختلفة بهدف لملمة صف الثوار وتوحيد الجهود وتوجيهها نحو استكمال وتصحيح مسار الثورة قتل مسلحان اثنان يعتقد أنهما من تنظيم القاعدة اليوم في غارة نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار شمال محافظة مأرب وقالت مصادر محلية أن طائرة دون طيار نفذت غارة جوية في منطقة ريدان الصحراوية شمال مأرب استهدف السيارة كانت تقل مسلحين أسفر عن مصرع خميس بن عرفاج وشقيقه تركي المشتبه بانتمائهما لتنظيم القاعدة يذكر أن طائرات أمريكية بدون طيار تنفذ غارات بين الحين والآخر تصادف مسلحين تقول عنهم الولايات المتحدة إنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة وتركز الغارات الأمريكية على مناطق مأرب والبيضاء وبعض المناطق في أبيان كشف تقرير أصدره مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح أسلد عن مقتل مئة ألف يمني جراء الحرب منذ العام 2015 معظمهم في محافظة تعز وذكر التقرير أن أكثر من مئة ألف حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في اليمن منذ عام 2015 بما في ذلك أكثر من 12 ألف مدني قتلوا في هجمات المباشرة وأضاف أنه تم الإبلاغ عن حوالي 20 ألف حالة وفاة حتى الآن في عام 2019 ما يجعل هذا العام ثاني أكثر الأعوام فتكا بعد عام 2018 كما تم الإبلاغ عن حوالي ألف ومئة قتيل مدني منذ مطلع العام الجاري 2019 وحتى الآن وأكد التقرير زيادة كبيرة في الاقتتال الداخلي بين الفصائل الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا وسجل التقرير محافظة تعزك أكثر المحافظات في اليمن التي سقط فيها ضحايا وأرجع ذلك إلى الحصار المستمر منذ أربع سنوات من قبل جماعة الحوثي وذكر أنه تم تسجيل أكثر من 19 حالة ألف حالة وفاة في تعز منذ عام 2015 وأكثر من 2300 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها من الاستهداف المدني المباشر قال قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب العميد عبدالقوي شعلان إن رجال الأمن بتعاون أبناء القبائل أفشلوا كل محاولات التخريب والتهريب وأعلن العميد شعلان عن التوسع الأمني الجديد الذي وصل حدود البيضاء وشبوى وصنعه والجوف وحث أفراد الدورة العاشرة مستجدين على تجاوز فترة التدريب بهمة ونشاط وجد وعزيمة مشيرا إلى أن الميدان ينتظر عطاءهم والوطن بحاجة إلى قوتهم وعزيمتهم في حمايته من الخلايا التخريبية وشدد العميد شعلان على وجوب التعامل بمسؤولية وأخلاق عالية مع المواطنين عند نزولهم الميدان محذرا من أي تباطئ أو جمود في المهام الأمنية وقال إن الخلايا تتربص إلى فترات التراخ والجمود الأمني فتنشط لكنها تذبل مع النشاط الأمني مشددا على ضرورة تجديد الوسائل في كشف المخربين وكشف وسائل التهريب والقبض على المطلوبين شيع المئات من أبناء محافظة الجوف ثلاثة من شهداء الجيش الوطني بينهم نجل قائد عسكري وشارك في عدد وشارك في هذا التشييع عدد من قيادات المحافظة في تشييع جثمان الشهيد حمد محمد الجميدر نجل أركان اللواء 101 واثنين من زملائه الذين استشهدوا في جبهة السلام وقال والد والشهيد العقيد محمد الجميدر أن الجيش الوطني مستمر في بدل التضحيات دفاعا عن الوطن وفي سبيل استعادة الشرعية من الانقلابيين الحوثيين نحن في هذا المواجهة مع العدو الخبيث مع العدو الكهنوتي العدو المتغطرس العدو القديم والجديد هو العدو القديم والجديد فنحن صامدين بإذن الله تعالى وسنزيله ونجليه عن أرضنا بإذن الله تعالى ونحن قادمون لعاصمتنا صانعة وقادمون كل المحافظات بإذن الله تعالى مهما كان كلفنا التضحيات ولا يثنينا أن نحن نضحي كل يوم بأولادنا وأفرادنا من الجيش الوطني ومن كل أحبائنا بل يزيدنا إصرار وعزيمة فوالله أن اليوم هذا نحن عندنا عزيمة أكثر من الأمس واليوم إن شاء الله الشباب في المصروب وفي كل مكان سيكون عندهم حماس أكثر وأكثر من ما كانوا من قبل شنت ميليش الحوثي قصفا عنيفا استهدف منازل المواطنين شمال محافظة الضالع بالتزامن مع عمليات قنص تستهدف المدنيين وقالت مصادر محلية إن مواطن استشهد برصاص قناص حوثي فيما تعرض العديد من المنازل للقصف العشوائي الحوثي في قطاع الفاخر شمال قعطب بالضالع وأضاف المصدر أن قناص حوثي يتمركز في مدرسة حبيل العبدي قام باستهداف المواطن محمد الحالمي بشكل مباشر حين كان الأخير على سطح منزله بقرية الخرازة ما أدى إلى استشهاده على الفور وإلى ذلك استهدفت الميليش الحوثي قرية الجبجب بلاسلحة الرشاشة وقذايف المدفعية تسبب في أضرار بالمنازل وتخويف الأطفال والنساء توفي طفل في مدينة إب دهسا تحت عجلات سيارة كانت تسير بسرعة جنونية وسط المدينة وقال شهود عيان أن مسلح حوثي كان يقود سيارة غير مرقمة أقدم على دهس طفل أمام البنك اليمني للإنشاء والتعمير في شارع تعز بمدينة إب ولذى بالفرار فيما سقطت والدته والدة الطفل مخشيا عليها وأضاف شهود العيان أن الطفل كان بجوار والدته حين تعرض للدهس وأصيب بإصابات متفاوتة فارق على إثرها الحياة في أحد المستشفيات في المدينة وتمكن المسلح الحوثي من الفرار بعد محاولة عددا من المرة محاصرته وتسببت أطقم ميليش الحوثي في قتل ودهس عشرات المدنيين في مختلف المحافظات جراء السرعة الجنونية شنت الميليشيا الحوثية قصفا عنيفا بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع الوية العمالقة في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة بتصعيد مستمر من جانب الميليشيا وذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيا استهدفت مواقع العمالقة شمال مديرية الدريهمي بمدفعية الهون الثقيلة بشكل عنيف فيما طال قصف آخر مواقع في المديرية مستخدمة الأسلحة المتوسطة والرشاشة في تواصل مستمر لخروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية كما شنت الميليشيا في الساعات الماضية قصفا استهدف الأحياء السكانية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة وتسبب في إثارة حالة من الخوف والرعب لدى السكان لسيما النساء والأطفال في المدينة وعلى الصعيد أكدت المصادر أن ميليشيا الحوثي كثفت من خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية ما يهدد بإفشال اتفاق السويد الذي ترعاه الأمم المتحدة ووثقت فرق الرصد التابعة لألوية العمالقة 44 خرقا وانتهاكا لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وقالت المصادر أن الخروقات طالت مواقع متفرقة لقوات العمالقة في مديريات الدريهم وحيس وبيت الفقيه والتحيطة واستخدمت الميليشيا فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة والرشاشة وقذائف مدفعية الهاون بشكل عنيف وإلى ذلك استشهد وأصيب خمسة مسعفين جراء انفجار لغم من مخلفات الميليشيا الحوثية بأحدى الطرقات الترابية شمال مديريات الدريهمي جنوب محافظة الحديدة وقال مصدر المحلي أن لغما مزدوجا زرعة ميليشيا الحوثي انفجر بسيارة إسعاف تابعة لللواء الأول عمالقة في طريق ترابي بمديرية الدريهمي وقتل على إثره أحد أفراد الطاقم الإسعافي كما جرح أربعة آخر قالت منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا إنها استكملت الاستعدادات لمواجهة أي طوارئ قد تنتج عن العاصفة المدارية كيار عبر مكاتب في محافظات حضر موت والمهرى وسقطر وأبلغ مدير مكتب أوتشا في عدن أندريا ريكيا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة الشرعية عبد الرقيب فتح خلال اتصال بين الجانبين أكد استجابتهم للمناشدة الموجهة للمنظمة وناقش الجانبان وضع التطورات والإجراءة لعملية التدخل وتقديم العون الإنساني في المحافظات المحتمل تأثرها بالإحصار وأكد فتح أنه سيتم تغطية أي نقص في المواد الإغاثية والإنسانية من العاصمة المؤقتة عدن ومن المحافظات الأخرى بما يضمن سرعة الوصول للمناطق المحتملة تضررها توقعت مراكز إرصاد محلية أن تتحول العاصفة المدارية كيار اليوم الجمع إلى مخفض مداري عميق بحسب آخر بيانات الرصد السطحي التي تشير إلى أن حركة العاصفة ستستمر بسرعة هبات رياح تتراوح بين 34 إلى 36 أقدار وحذر مركز أرصاد حضرموت الصيادين في خليج عدن وجزيرة السقطرة من التعمق والإبحار في مدخل خليج عدن الشرقي ومن وإلى جزيرة السقطرة والصومال للطراب وهيجان البحر خلال 72 ساعة هو أشار إلى ضرورة أخذهم التدابير الاحترازية والابتعاد عن مجاري الأودية نتيجة لتقدم السحب الركامية المصاحبة للحالة المدارية كيار ابتداء من يوم السبت والتي تستمر لمدة يومين مخيم الجفين أحد مخيمات النزوح في مأرب يتلقى مئات الطلاب فيه التعليم في أحواش ومحلات تجارية ومساجد في ظل غياب السلطة المحلية ووزارة التربية والتعليم يفترشون قاعة الفصل الدراسي ويتخذون من نوافذه مقاعداً بديلة هو الإصرار للتقلب على الواقع المؤلم الذي تعيشه مدرستهم الجديدة المعتمدة مطلع سبتمبر الماضي بمخيم النزوح الذي تقطنه أكثر من ثلاثة آلاف أسرى لم يجد أهالي المخيم سبيلاً لتعليم أبنائهم إلا بعض الدكاكين والخيام لتكون فصولاً دراسية لطلاب المرحلة الابتدائية فيما خصص لطلاب المرحلة الإعدادية إحدى مساجد المخيم يحتضن في كل زاوية من زواياه مجموعة من الطلاب لا يفصل بينها شيء الأمر الذي يتسبب بفوضى عارمة تحد من الاستيعاب والفهم في ظل مشكلة أخرى هي إنعدام الكتاب المدرسي وقياب الوسائل التعليمية ندرس في الجامع أربع أفصل عني سابع ثامن تاسع يعني كثير يعني ضروري مننا يمكن نجي 140 طالب كذا بالجامع ضروري يكون في فصول المدرسة نرجو منهم بدعمهم لنا بالكتب الماسات وتوفير الصبورات مثل ما قاموا بفعل هذه المدرسة بداية بداية إن شاء الله نكملها للأخير إن شاء الله أكثر من 900 طالب وطالبة في المدرسة موزعين ما بين المسجد والخيام وغرفتين لازالت قيد الإنشاء تبرع بها أحد المواطنين إلى حين إيجاد حل فيما المعلمون يشكون الإزدحام الشديد للطلاب وتجاهل حقوقهم من قبل الجهات المختصة والمنظمات المهتمة بالطفولة والتعليم إذ ما تزال مرتبات التعاقد البسيطة منقطعة عنهم منذ انطلاق العام الدراسي المدرسين لا زال نقص لإنما اعتمدوا الباقين وكل أستاذ بيقول اشتولوا وما يدعاقد معهم في الطلاب ذا حين أنا ماسك مادة رياضيات ولغة عربية لخامس ولرابع ولسادس تغضيها لأي مادة تجي ناقص سواء كانت علوم أو اجتماعية نغطيها على كل المواد يعني ما بنقدرش نحضر درسة التي احنا متخصصين فيه بنحضر عدة دروس على سب ما بش اكتمال للمدرسين العمل على تذليل الصعاب للمدرسة والإيفاء بالتعهدات من قبل الجهات المختصة هو ما يأمله أهالي الطلاب وينشدون لتعليم أفضل لأبنائهم كأقرارهم في بقية المدارس يبقى التعليم في مخيمات النزوح مشكلة أخرى تؤرق المهجرين من جحيم الحرب والمكتوين بهم متوفير المعيشة فتوفير عبسط مقاومات التعليم لأبنائهم في هذه المدارس وما يأمله النازحين من الجهات المعنية بالعملية التعليمية رشاد النواري يمن شباب مأرب ومن معاناة النازحين في مأرب إلى محافظة الجوف حيث تزداد معاناة النازحين خاصة في فصل الشتاء المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير خيام مهترئة وسط صحراء مفتوحة للريح والبرد هكذا تبدو معاناة النازحين في الجوف وتتضاعف بشكل يومي خصوصا مع دخول فصل الشتاء الذي يفاقم من معاناتهم في ظل انعدام الاحتياجات الأساسية لمواجهة موسم الشتاء القارس الذي يحل هذا العام وما يزال الدور المنطماتي غائب عن هذه المحافظة ومعاناة النازحين فيها النازحين في هذا الجو وأكثر أكثر ما يعانوه اليوم هو المواد الأساسية الغذائية ومع دخول فصل الشتاء تضاعفت المعاناة يريدوا الآن كسوة الشتاء يريدوا الآن بطانيات يريدوا بخيمة يريدوا مأوى خارج حسابات هؤلاء وبعيدا عن معاناتهم التي تتزايد كل يوم لاحظور يذكر للهيئات العاملة في الجانب الإنساني التي تغرد طيلة الأعوام الماضية بعيدا عن الواقع المتدهور بمعاناة النازحين وحاجاتهم الماسة للمواد الغذائية والإيوائية التي أصبح الحصول عليها يمثل عقبة أمام هذه الأسر النازحة والمعدمة إلى الآن لم تتدخل أي منظمة في محافظة الجوف في مجال مساعدة هذه الأسر النازحة ونطالب باسم الاعتلاف منظمات المجتمع المدني سرعة التدخل في محافظة الجوف لوضع حد من هذه المعاناة التي تعيشها الأسر النازحة والمتضررة داخل محافظة الجوف لا تتوقف أعداد النازحين القادمين من مختلف محافظات البلاد إلى محافظة الجوف ما يعني تضخم المعاناة وتوسع وانتشار رقعة الفقر التي يعيشها النازحين ويحتاجون معها إلى التدخل العاجل والضروري من قبل المنظمات الإنسانية والجهات المعنية في السلطات المحلية للتخفيف من حجم معاناتهم على امتداد هذه الصحار الواسعة تنتشر مخيمات النازحين في محافظة الجوف تكالبت عليهم الظروف المعيشية الصعبة وغابت عنهم الخدمات والمنظمات مجدعي الشامن شباب محافظة الجوف قيدت ميليشيا الحوثي الإنقلابية حركة عقال الحارات في صنعاء وفرضت رقابة على تحركاتهم في أول مكافأة تقدمها الميليشيا لفئة من أهم أدوات سيطرتها وأصدرت الميليشيا الحوثية تعميما يقضي بمنع عقال حارات وأسواق العاصمة صنعاء من السفر إلى أي مكان إلا بعد موافقتها وأخذ إذن مسبق منها ونص التعميم على منع عقال الحارات من السفر أو الغياب عن الحارة أو المديرية أو المغادرة إلى أي مكان إلا بإذن مسبق من قبل قطاع شؤون الأحياء التابعة للميليشيا ويلزم التعميم عقال الحارات والأسواق بالتجسس على المواطنين لصالح الميليشيا على مدار الساعة والتواجد المستمر في حاراتهم ورفع تقارير شهرية على المهمات التي كلفتهم بها الميليشيا ويكشف التعميم عن تزايد الهلع في صفوف ميليشيا الحوث الإنقلابية من مظاهرات شعبية في صنعاء تنهي هيمنتهم واستبدادهم في ظل انتفاضة تعيشها العراق ولبنان ضد الهيمنة الإيرانية وميليشياتها كما يأتي ذلك بالتزامن مع حالة من الاستنفار الأمني وإجراءات أمنية مشددة تفرضها الميليشيا الحوثية على صنعاء استعداداً للاحتفال بذكرى المولد النبوي نختتم بالعنوين محور أبيان العسكري وكيد سيطرته على مدينة أحور ويقول أن العملية جاءت بتوجيهات الرئيس هادي مسلح حوثي يدهس طفلاً وسط مدينة إب وقناص الميليشيا يردي مواطناً في قعطبة الضالع تقرير دولي يتحدث عن مائة ألف قتيل في اليمن بسبب الحرب الحوثية وتعز الأولى على لائحة الضحايا ختاماً دمتم وادم اليمن بألف خير تصبحون على خير في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة